النكل من الحاجات المنتشرة جدا جدا استخدامتها في البيوت عندنا اي واحد عنده الالكتريك كويل يعرف انه هو طالما السلك محمر السلك بيقى محمر كده تعرفوا اللي عنده الفرن الكهرباء او البتجاز الكهرباء او كده اول لما تلاقي ان الكويل اللي عندك اللي بتطبخ عليها دي بتعمر تعرف انه في الغالب فيه نكل في الالوي اللي عاملة الكويلات دي النكل طبعا فور اسي تو تمانية عشرينة فور اسي تو سري دي ايت فهتلاقوا النكل دي بتاعته عاملة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية فعنده بيرنج في تلاتة وعنده اتنين النكل عنده شايني ابيرنس فبيستخدم بقى في الالويز لو احنا بنعمل تماثيل بنعمل مقابض الباب بنعمل حاجات في العربيات بيديها بريستيجيس لوك كده وايه حاجة جميلة شايني ابيرنس والنيكل ستيل اللويز النكل لما يتحطى مع الايون والكاربون كاركترايز باي ذير هاي هاردنس يعني سترينس يعني and the resistance to the rusting and the acid corrosion خد بالك ان الاسد ممكن يعمل تأكل مش بس الجو ممكن يعمل تأكل اذا لو حطيت الاسد في بعض الكنتينرز ممكن الاسد يبدأ يأكل الكنتينرز دي فالنيكل بيتحط مع الايرن وغيره في الكنتينرز عشان خاطر يحافظ على الكنتينرز من الكوروجين بتاع الاسد ومن اشهر استخداماته النيكل is used in manufacturing of a nickel cadmium battery which can be recharged تضطيلي مربع كده على recharged دي وهتقول عليه secondary cell كلام ده هنفهمه قدام بس ايه وانت ماشي كده لو كاتب secondary cell وكل ما اتذكر تلاقي secondary cell هتفتكرني وانا باتكلم معك في الالكترو لما بقولك ان انا عندي two types of cells حاجة اسمها primary cell ما بتتشحنش زي البطاريات اللي في remote control بتعديش او تلفزيون او كده تخلص تتريمي دي بيسموها primary cells وفي secondary cells زي الحاجات رتقم موجودة في الموبايل خلصت البطارية ما بتربهاش بتشحنها تاني فبيسموها rechargeable خلاص كده فاول نوع rechargeable battery بناخده اهو كده title يعني ككلمة ورد دغطها مش بناخد تفاصيلها nickel cadmium nickel cadmium alloy او sorry nickel cadmium battery nickel is used in metal plating to protect the metals from oxidation and rust